اشتركوا في القناة هو الآن موجود في برج الجدي في منزل سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 11.59 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش بعدها بدو ينتقل لطبعا منزل سعد السعود اللي هي لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق زي ما حكينا أن القمر الآن موجود في الجدي لغاية ساعات المساء فبظل التأثير على جميع الأبراج أنه منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن بتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر يعني بإنجاز بعض الأمور بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو الشراء بوليس التأمين طبعا اليوم عدد الزوايا كثير عشان هيك بتكون تركزوا معي لأنها هاي زوايا بتأثر على جميع الأبراج وهي مكملة للتوقعات الزاوية الأولى هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم والدعم أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديث إيجابية برضو رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وخمستعشر دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة رح تكون ما بين عطارد وبين بلوتو هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون في تمام الساعة التسعة وثمنتعشر دقيقة صباحا بتزيد من حدة ذهنك وحسك والنقد وبتمنح حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبرضو القدرة على اتخاذ قرارات أو القرارات اللازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية وهي بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة وحدة وثلاث وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش عصرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة لآخر زاوية قبل خلو المسار هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة بعد العصر منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة خلو المسار بيبدأ الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة سبعة ونص أو سبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ودائما نحكي أن خلو المسار هي فترة لا تصلح للبدء بأي شيء جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو يعني شراء أشياء ثمينة أو البدء بحمل جديد إلا أنه البدء بأشياء إحنا كنا مقررين عليها قبل خلو المسار طبعا ساعة سبعة ونص بتوقيت جرينيتش القمر بصير استقر في الدلو فعشان هيك بتغير الجو على جميع الأبراج فمنصير أنه بنشعر الآن أنه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد الزاوية اللي راح تصير ما بعد خلو المسار هي برضو راح تكون زاوية بطيئة أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين نبدون وهاي راح تكون في تمام الساعة عشر وثمنتعشر دقيقة مساء بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا زي ما لحظتوا أنه تقريبا كلها هي زاوية إلها علاقة بالفكر اليوم والنشاط الفكري والقدرة على اتخاذ القرارات ولكن الغالب عليها اللي هي الأمور التجميلية لأن الزهرة هو اللي بشكل هاي الزاوية فعشان هيك هذا يوم مناسب اللي هو يوم الأحد لا أي شيء له علاقة بالتجميل مهما كان فهذا يوم مناسب جدا لاللي حابب أنه يبادر بأي شيء تجميلي طبعا بالنسبة لخلو المسار القادم الآن كل خلو المسار القادم لشهر خمسة من حلقة الأمس هو موجود في صندوق الوصف لكل الشهر يعني أما بالنسبة لخلو المسار القادم فهو لما يكون القمر موجود بالدلو رح يكون خلو المسار القادم يوم الأربعة خمسة خمسة رح يبدأ في تمام الساعة 12 وخمس دقائق بعد منتصف الليل ورح يستمر لغاية الساعة 2 وثمان دقائق فجرا أو صباحا لا ينتقل الحوت يعني من نفس يوم الأربعة بيبدأ بعد أول ما يعني أول ما ندخل في منتصف الليل بيبدأ خلو المسار بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار المربع 21 يوم في تمام الساعة 10 و 18 دقيقة مساء بيصبح 22 يوم طبعا نسبة الإضاءة لأنه القمر بيصير سريع بالفترة هاي فنسبة الإضاءة هي 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم 25 منتحسة بنسبة 15% القمر في الجدي وبدأ ينتقل للدلو لا يوم 5-5 سعيد بنسبة 85% عطارد في الثورة حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الثورة حتى يوم 9-5 اليوم سعيدة ولكن بنسبة قليلة يعني بين 10% و 15% المريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 60% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيت راجع حتى يوم 6-8 ستة عشر منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبتقدر تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعات المساء طبعا القمر بنتقل فتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد فترى ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتكثر فيها الاتصالات والمواعيد برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تخرج في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها بيكون عندك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بينصب اهتمامك حول عملك ومصالحك الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتج المواقف والتصاريح كي لا تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم ممكن تضغط عليك المسئوليات أو تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بالمسئوليات فهذه فترة واعدة حاول أنك تستغلها برج الجوزة بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي أهم شيء تخففه من النفقات المتصاعدة سارع في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مزاعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات البعيدة برضو اليوم ممكن يكون في عندك لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو التسويق أو النشر أو الاتصال مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الدراسات العلية برضو ممكن تفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعدة برج السرطان يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسع كل يوم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هذه الفترة يعني بكون فيها نوع من أنواع السلبية لأن القمر ما زال موجود مقابلكم فبتكون ضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات لغاية ساعة المساء من ساعة المساء طبعاً بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في المحيط بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبتكن تنتبهوا لأغداءكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما في ساعات المساء بينصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم ولكن القمر بما أنه مقابلك بدك تحافظ على هدوءك وما ترتجي الكلام وما توجه ملاحظة لأنه خصمك في هاي الفترة قوي وما بيرحم تحملك هاي الأيام ارتباط مهم أهم إشي أنك تحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وممكن تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إشي أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة أهم إشي بدك تصحح الأخطاء خلال هذا النهار لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بيتراكم العمل عندكم أهم إشي أنه ما تهملوا صحتكم حادروا من تعب صحي أو جسدي بيمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ابتظهر اليوم مسألة عائلية أو شخصية طارئة ممكن تخليك تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم برضو اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم إشي أنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة الأجواء بتظل من الآن لغاية ساعات المساء أجواء عدائية وممتوترة بدك تراعي برضو وضعك الصحي أما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية خلال هذا اليوم هذه فترة مناسبة للتقاط أنفاسك بعد العواصف وهي إيجابية جدا برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار أو يصير حوار ما بينكم بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما في ساعة المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك لا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ابتهتم بتوظيف أموالك وحاول أنك تكون عاقل في صرف الأموال ابتهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما في ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل وتتحرك بفعالية كبيرة وممكن تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجديد ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط هذا اليوم بقدروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق اليوم نجاح باهر أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم ميزانيتكم لا تغامر بأموالك لأنها هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهمش إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة هذا اليوم أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك إلى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لا تحسم أمر الفترة هاي سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات المساء بتستعيد نشاطكم وحيويتكم وبتستعيد حماستك وعزيمتك وممكن تمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة يبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق اليوم رح تسمع خبر سار برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح خلال هذا اليوم بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما في ساعات المساء بدك تنتبه لأن القمر بصير في بيت متعبك فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها هاي فترة فارغة وفاشلة حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر